صراع النفوذ بين الولايات المتحدة والصين لا يزيده الوقت إلا استعارة على عدة جبهة يخوض البلدان مواجهة أبرز عنوينها التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان وجزيرة تايوان آخر خطوات الجانب الأمريكي إعلان أعضاء في مجلس الشيوح عن خطة لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في العالم تهدف إلى الحض من الاستثمارات وعمليات نقل التكنولوجيا إلى العملاق الأسيوي ورد أي هجوم ضد تايوان زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاكشوميرك كشف عن الخطة قائلا إنها تتكون من خمس إقاط للتعامل مع المنافسة الصينية نعلن اليوم عن مبادرة جديدة من شأنها أن تبنى على هذا الزخم وتطور تشريعات جديدة وهمة من الحزبين تتضمن جلسات الاستماع والعلامة التجارية والعمل مباشرة مع زملائنا الجمهوريين لبناء التشريعات وتحريكها سنعمل على وقف تطوير الحكومة الصينية للتقنيات المتقدمة التي نعلم بأنها ستحدد مسار هذا القرن لقد طلبت تعزيز قوانين مراقبة الصادرات وفرض العقوبات الجديدة التي قد تكون مطلوبة وتهدف الخطة إلى السماحي لوزارتي الخزانة وتجار الأمريكيتين بأن تجري مراجحة وتوقف تدفق الأموال نحو صناعات التكنولوجية الصينية الفائقة يجب أن نتأكد من أنه يمكننا منع الحكومة الصينية من استخدام مجتمعنا الحر لاكتساب وحتى سرقة الابتكارات والتقنية الأمريكية الهامة وهذا يعني منح وزيري الخزانة والتجار سلطات جديدة لفحص ووقف تدفق رأس المال إلى الصناعات التكنولوجية الفائقة في الصين متى اقتضت الحاجة؟ كما ستشمل الخطة أيضا مقترحات لردع مواصفه الشمر بالعدوان الصيني على تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها وتعد واحدة من أكبر مصنع الرقائق الإلكترونية في العالم